ايه رايك في خلوس كيروش؟ دي رايك دي السؤال عن هامش يعني عرف انك انت مش شغال معه ايسا؟ لا مش شغال معه بس انا بقييمك كمتابع اقا عنه لك هو من افضل المدربين الاجانب الي مروا على منتخب مصر تشبيه بكل دقة من افضل مدربين الاجانب الي مروا على منتخب مصر عشان ما يروحش اجابة لحتى تانية افضل مدربين الاجانب الي مروا على منتخب مصر خلال مثلا نقول الأخر 10 سنوات أو 15 سنة كبير طيب لو أنت هتعرف مدرب أجنبي على النادي الأهلي هيبقى أفضل من كيروش هقول لحضرك على حاجة كيروش مدرب منتخبات أو بمعنى صح هو الفترة الأخيرة واخد اتجاهنا ما تدربش على المنتخبات بس عشان يكون الرؤية واضحة لك صحيح لأن تدريب المنتخب ما يختلف عن تدريب النادي مجهود بيختلف والمتابعة واللود والحاجات دي كلها بتختلف فأنا ما ينفعش الشاب المدرب هتعرضه للأهلي بكروش لأن ده في حتة والتالي في حتة آه يعني مدرب الهتعرض على الأهلي إنه مدرب أنداية بالضبط حضرتك وإنجازاته مع عندي وشغل مع عندي وحتاجات كبيرة طبعا ما أنت نادي الأهلي نادي كبير ونادي بطولات يعني معروف الأهلي دايما نادي وما نحق بطولات فدايما هو عازل اللي بعدها واللي بعدها ناديه زي نادي الزمالك يعني الاتنين أندي بطولات ولازم يكون برتوغالي؟ هيشوف حضرتك المدرسة دي ما بتبقاش عاقب بس ممكن دارة النادي لا يتوجه مثلا إيه مدرسة أوروبية دورة أوروبية معينة أولندية ألمانية ممكن بقى ده أبشان واء نمر وان أبشان تو مثلا ده مش متوفر مدرب المدرسين دولا بندخل في البرتغالي لكن أنا أتوقع الأهلي المدارس اللي بيحبها المدرسة الأولندية درسة ألمانية مدرسة البرتغالية متوقع أنهم هدول التالي بمدارس مش غيرتل عبرهم أنت شغلتها الهولندي والألماني والبرتغالي؟ لا أنا شغلتها الوبشانين بس يعني آآ من الهولندي والألماني آآ آآ مفيش برتغالي خلاص أخد بالك هولندي والألماني المدرب البرتغالي طبعا أنا ما أدرش أقولك أن 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 أنا مقيمش اختيار سوارش دلوقتي يعني أنا بكلمك على الوقت اللي كان الأهلي ساعتها يتفكر في حضور مدرب فأنت سألت السؤال لما تحفظت عليه بضريعة تانية عشان تصير الإجابة ودي أحييك عليها شكرا جزيزي صدر شكرا جزيزي